السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد سمك في الفرن كيشي بطريقة زوينة بالسف سمك في الفرن سنحمق عليه و اي مرة غادي نشاركه معكم من غير التكرار اليوم غادي ندير سمك في الفرن بالاعشاب يجيبوا حتى طريقة خفيفة و غادي نحط معاهم الفيديو غادي تشوفو كيفاش خبيزة ديرهم ما ما شجلتو مش من الول مرة اخر نشجلو معاكم خبيزة ديرهم بلا دقيق فورس و غادي تشوفو طريقة تحذير هات السمك في الفرن معاكم و غادي تتبقى معايا الفيديو حتى الاخير و مبدأوا على براتة هنا عندي جوج دير الحبات دير البطاطس اللي انا ديرهم هكاك غير مفرشاهم يعني را ما ديراش الخضراء بززاف غي جوج بطاطس صغار اللي ديرها عندي هنا شوية الكامون شوية زعطر 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 نيازير شوية سودانية الملحاق وورقة سيدنا موسا عندي زيت زيتون دوائر دير الحامض والحامضة نص دير الحامضة مع السره النص دير الحامضة اللي غادي نعصروها ان شاء الله هنا اخلي الجوج دير الحوتات في اللي احتهم من الفوق يعني من الجهتين غادي ناخد جبانية و غادي ندير فيها دكتة وبيل ديالي كاملين را شوف ما كتشوفو ما كيلا بزار لك لا تحميرا لا خرقو من اوالوين اخي بالاعشاب كيجي بنين بزاف بزاف وما كياخدش لنا الوقت في الفرع هنا غادي ناخد توابيل ديالي ايو عشبه عندكم هذا الحباقي يعني الالباكة اللي عندكم ديروها في هاد الحوت كتجيزو هنا انا در دكتة لي متوفر عندي هنا غادي ندير نص حامضة مع السره غادي نشفها مزيان غادي نعصرها وغادي نضيف دكتة زيتون كامل ما نخلي فيه والو انا فرج دوك جوجب باطات اللي بغادي اللي عندكم توفر عندكم العويدة ديال الكرافس ديروهم اللي متوفر عندكم فرشوه لا انا فرج تغيباش ما تلصقش لي ديك الجلدة ديال الحوت في الصحن انا فرج تغيبا ليسا بلا نقص على الورق الزبدة انا كنت اطلق هذا كل ما ديالها في الحوت كيبقى الحوتة كتبقى شادة بتبقى شادة يعني اه اذا تجل فالقشرة ديالها ما كتطيرش انا قديد الورق ديال سيدنا موسا وقسمته ادخلته في اللحة والداخل بشي تلق ديك النكهة في الحوت ونبدأ نشرمل في الحوت ديالي بدق الأعشاب نرى ما ينزع ماشي حاجة من غير هاد الشي اللي كتشوفوا غادي ندخل تتبيلة مزيان مزيان في الحوت ديالنا من الجهتين غنقلب الحوت غندخل له يعني تتبيلة مزيان باش يجي بنين وملي طيب ما كان نشوفوش ديك تتبيلة محروقة ولا كتشربها كيشربها الحوت ضروريت في الحوت بغيتو ما تديرو اللي قامة ديروها المهم جربوها الطريقة وردو عليها الخبار كيجي بنين بزف مازال هنوريكم الحوت كيباش تشوف الفران بالملحة هنوريكم بزف دير الطرق ولكن انا غداغي بشوية بشوية اللي كنديرها راني كنشاركها معنا هنا ما غنشر من البطاطة الاول وهديك البطاطة انا الغرض بها عندي هي غير في الرشها الطاوة يعني عندي الغرض بالحوت يا طيب هادا فقط هي رطابت هي من بعد وكل شي يعني وخات شوفوها بقاتلكم قاسحة ديرو لها بالنسبة الناس اللي غير بغول البطاطة انا عندي الغرض بالحوت بالاعشاب يعني ما عنديش الغرض بالبطاطة الناس اللي بغاوا ييكلوها اولا هذا ديرو لها نسلقة بالخصوص الناس المغرب حيط البطاطة المغرب قدش الطياب ديرو لها نسلقة باش مني غير دخلو الحوت كما كتشوفو راما فيه لا ليقو ما فيش الخضرة يعني ضغية كي طيب يعني الحوت بوحدو كي ياخد لكم في الفران على درجة حرارة ميتين وميتين وعشرين ما كيبغاش حرارة مهودة هي ياخد لكم واحد خمستاشر دقيقة عشر دقيقة يكون الحوت ديالكم طيب هنا خليت نص زليفة ديال ما قدشو بها وغير في الجوانب سافي غاد نهزل الحوت ديالي غاد ندخلو الفران اللي أنا شاعل جو لها درجة حرارة ميتين وثلاثين شاعل ما الفوق ومن تحت غند في الفوق وغان نخليها طيب غير ملتحت كما كانتش مزروبة بيه هاي كنت بغيت حتيقرر بالفطر هنا غادي ندوز نحايدو الخبزات ديالي لدي راما نغيب الخبز ديال الزرع ويجب حل الخبز دي العربية حتى يجي بلدي غزال 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 ما شاهيتكم فيه وقرسته بالحمراء يعني انا ما شاركتش معكم هنا كيفاش جنته وهذا ما كانش على بالي وقلت غادي نشاركم انا ما كنديرش فيه كيفما كتليكم كما كتشوفوا اخر الفيديوات ديالي كاملين يعني ما عنديش تخيخ الفورس بزاف ما كنختمش بالوصفات ديال فورس يعني سقار عندي في الدم ولا عندي يعني كي طلع بزاف بزاف ويتكن تفاعد ان كل ماكلا ديال ويتكن تفاعد ان كل فورس تحل الفورس بزاف وهذا ما كان هنا غنخلي القرية الخبيزة ديالي يخمرو بعد ما خمرو جاو زوينين ما خليش مش خمرو بزاف بش ما يكونش فيهم ديك البابة وملي طابو نقسم لكم فيهم باللهي لا جاو بحلية العربية جاو غزالين بزاف بزاف هنا غدين دوس نخبس الخبيزة هادا البغرير ديالي انا البغرير كنديرو بالسميدة والفينو ما كنديرش فيه حتى هو الفورس ما فيش تشي مع القضية الفورس هاكاك كنديرو بطريقتي كي يطيب مزيان بلا ما يتحرق ليه بلا واهلو كي يجيخ فيه فو بنين كندير فيه شوية انا كندير فيه شوية ديال خميرات الخبز زلافة كندير ديال سميدة مص زلافة ديال فينو خميرة ديال حلوة ديال ثمانية غران مع القا موين ديال الخميرة ديال الطار وملحة سافي بغاش بتنسموه شوية تسكار ولفاني ديرو وكنعجن بالمدافي كنخدمه مزيان كنخليه يخمر انا ما نقش لكم هادا بغرير بيدون اختيمار ولا هادا انا بغريري كنخليه يخمر واحد شوية على الاقل واحد روبع ساعة ولعشرين دقيقة كي يخمر باش كي يجي بغرير زين وكي يجي خفيف وكي طيب لكم من دكشي هنا بعد ما اخرج الحوث ديالنا نشوفه من الفران انا غدي نكمل البغريره تليه ولي كاملين كانت مانا نتجربه البغرير بها طريقة كي يجي بنين بنين بثافة كنا ولادي يموتوا عليه كان هنا بزبيدة وعسيلان انا كان حمق على البغرير ما عنديش معنى لحط البغرير ولحط العسل الفوق الى درسائيله كان رغي عيريه كان رغي يفتصاور معانا البغريره يجي هنا زبداء ومدهل المقلب الزبداء والعسل ولة هذه انا بقانا انت نتغير شوية ديال العسل وولا دي كان ديالهم دكشي لبعام هنا بعد ما اخرج د يجب حلم كنت مصيبة نهار الي قبل الخضر عندي مشرمل مشرمل بالزعتار شوية التومة شوية الملحة شوية الكمون شوية الخلوة وزيت الزيتون سخنته هنا يعني كان عندي كتاب نحطه في طباصل قلت غادي نزيده على السمك ديالي ولا الحوت شوفوا الحوت كي باش يجي مشقق من هذا من الجوانيب كي يجي زوين ومشرمل هنا غادي ندوز نضيفه على ذاك الجازار حيزان اليوم ما كنت ديره لسلاطة لأولو كنت ديره غي هذا وكنت ديره البغرير وشي حاجة اخرى اللي قسم الله وقلت هاداك الجازار غايبقى في صوبير في تلاجة قلاش ما نديره شي تكال وفعلا تكال كامل انا ما عنديش مع الضياع ما عنديش مع الاسراء في فرمدان ما كان حملوش كي ما نكربش نشوف بزاف ديالنس كيتألموا ما عندهمش كان تفادا ذاك الضياع ما كان حملوش هنا اخذت واحد الحبات ديالطماطم 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 ما هي نزيد الزيتون ما يفوت شو حد درجة الحربا كي بخام زين انا غيذفيتو هناخد هنا شوية ديالنعنة عطري اللي كي جي حتى هو زوين بزاف 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 أنا مدرت شربها اذا قدرت منعنة سوف يغادي نزينهم وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. ها انتم ما قد شوفوا كيفاش كي يجي مسح ذوك الجواء الجنيبات غادي مسحهم. هذو كاغي ديال القطيرات ديال الزيت باش كان كي طيب في الفران. حوت ديالنا كي يجي محمر مجمر بشرمل ناشف مدمع ما هنكربش عليكم مشاهيدكم فيه خبيزة ديالي بعد ما خرجوا من الفران كان هذا والشكل ديال هم رطبين رطبين بزه يعني ما شاهدكم فيهم والبغرير ديالي هو هادا من يقرب الفطور مدهنوا ليهم حتى هو ان شاء الله هادو هما الوصفات ديالي كانت منا هاد الفيديو لعجبكم كانت منا تبارتاجي والفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم خليتكم في رعاية الله الى الفيديو الجاي ان شاء الله